اشتركوا في القناة البداية من هو عدل القيعي هل هو اعلامي يعشق التسويق الرياضي ام تسويقي متميز يعشق الاعلام والله تقدر تقول اتنين مع بعض انا فعلا لو انا الخيار عندي والايان تعودوا بنا هكون اعلامي لان انا من سنة 71 عملت اول مجالة رياضية في مصر العساب الخاص وفلست وبيعت عربيتي فيها لا والله كان اسمها الابطال وهي انا كنت مأجر رخصة من مجالة اسمها صوت الصعيد فكنت اكتب صوت الصعيد بخط صغير ملحق رياضي الابطال كنت مأجر رخصة دي ب25 جنيه في الشهر وقتا ما كانش فيه اعلانات لسه كان كل الدنيا قطاع عام وبعدين على حظي جه تقشف في نص الموسم كده باختطاع 50% من ميزانيات الاعلانات في المؤسسات فجأت على حساب انا بقى جينا سنة تلاتة وسبعين كابتن صالح قال لي عادييني يعمل ليفر بول العام المجالة ورهاني وقال لي انت كان عندك تجربة قدم لنا مشروع لمجلس الإدارة وعملت من خلاله مجالة الاهل جميل فالعلام اذا تمام هو الاساس هو العشقي ووجداني انا وانا في المدرسة كنت يعني قلت في مجلة المدرسة وفي الحاجات دي اه غوي المنطقة دي طب ايه اول مرة عملت تطش فيها مع التسويق الرياضي مع التسويق اصلا سنة 77 روحت مدير التسويق لشركة مصرية هولندية في الفيرنشر حاجة اسمها يعني طراز جديد في مصر كان اسمه رستيك وكده وانا كنت مدير التسويق يعني من بداية بعد بدأ علاقتي بالتسويق لكن التسويق الرياضي وانا مدير النادي الاهلي كان هناك حلم بنا وبين كان كابتن صالح وكابتن حسن ومبراهيم المعلم ومعنس براهيم المعلم ونحن نتكلم متى يمكن نحاول نادي الاهلي الى شركة لما رحت نادي الجزيرة لقيت اتصال تليفوني من كابتن صالح وبعده تولى كابتن حسن متابعة الام عاد لي فاكر الموضوع اللي كنا نتكلم فيه إذا نحاول نادي الاهلي الى شركة عندك السعدات ترجع تمسك إدارة التسويق تمهيدا نتحول الى شركة طبعا ما خدتش مني عشر ثواني تقوله بس استأذنه المستشار عبد العبد الباقي عبد الباقي رئيس نادي الجزيرة والحقيقة يعني هو في الاول قال لي عاد لي ما تعرش تتأتي توازن تبقى هنا وهنا قلت له ما ينفعش أفاهم لا ترضاه لي ولا أرضاه لك ولا النادي الاهلي يرضاه تكنت مدير النادي الجزيرة عادت دي مدير النادي الجزيرة عادت سنتين سنتين كانوا ممتعين بالنسبة لك كانوا مختلفين لكن دون خبرة معينة بس مرهق جدا النادي الجزيرة جدا 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 ليه عشان عضاءه الشياكة قوي لا لا بالعكس ناس بسيطة يعني مش الشياكة مسقفي مصر موجودين هناك مسؤولي مصر موجودين هناك وموجودين بانتظام يعني انت في الاهلي وفي الزمالك وفي الاندي الاجتماعية الرياضية بتتعامل مع وسط رياضي انت طالع فوصي وحافظه متطلبات بقى الاندي الاجتماعية قصة تانية خالص لأن عشان الناس تنبسط لا شديد النقد شديد الضقة شديد المطالبة شديد عدم الالتزام في الوقت نفسه يعني ما تيجي تقول لي واحد وريني كرنيهك يزعب لما تقول لي واحد دي ممنوع هنا يزعب لما تقول لي واحد الاطفال ما تطلعش هنا خدت مجهود على ما نزبط وفي الاخر يعني بيحصل استجابة لكن نادي الجزيرة كالتجربة بالنسبة لي مهمة جدا وممتعة واعتقد اننا يعني تبدلنا الزكرات الحلوة مع بعض انا ونادي الجزيرة هو انت قلت جملة جميلة قوي على اعضاء نادي الجزيرة ان هم شديد النقد وفي نفس التوقيت مهماش قمة الالتزام كان هنا رئيس نادي الجزيرة كان ضيفي قريب وقال لي جملة دي وقال لي ان واحدة ستة وقفت بالعربية في وسط الشارع جوه نادي الجزيرة عطلت العربيات الجوه نادي الجزيرة اكثر تلت ساعة انها مستنية معرفش مين فأتدلوا يعني هركم فين يعني اطلع برا ويه بس كل الدنيا وراء بس قالت دخول العربيات في نادي الجزيرة مشكلة حسنين مشكلة كبيرة جملة العمومية الاسباب برضو شخصية يعني وكان رئيس النادي وقتها مش متفقين عليه لكن كان وقتها كان فيه مستثمر قال لهما انا عمل لكم الجراش على حسابي تحت السبق واخد ديكم خمسين في المية من المساحات وقال لهما ساعة الف عربية ديكم خمسمية عربية واخد خمسمية عربية لو نظم زي البي او تي كت كان حاجة كويسة في رأيي قلت لهما جماعة ازاي ترفضوا حاجة زي كده وانتوا تخيلين كل العربية اللي في الاروقة النادي بسوئين هتتشفت تحت الارض شايفين النادي يبقى شكله ايه انما اللي حصل يعني اه الانتجاهات اول بقى عملية انت اتممتها كراجل مسؤولة تسوي يعني تتذكر مين اول لاعب لا اول لاعب جبته النادي اللي مكنتش مسؤولة اي حاجة في النادي الاه كان سنة تلاتة وسبعين الكابتن طهر الشيخ كابتن طهر الشيخ وهو كان سافر كندا انت اللي كنت جبته هو كان سافر كندا لانه يعني كان النادي الاهلي عايز ياخده من النادي الولمبي وقتها النادي الولمبي طلب رقم في تلاتة وسبعين خبراء اقتصادي يقولوا يسوي كامل نهاردة طلبوا من الفريق مرتجي لما قلنا له طهر عزيجي النادي الاهلي كابتن صالح يعني راحب بهذا الكلام كان مشرف على الكرة قالوا له عايزين خمسين الف جنيه خمسين الف جنيه وقتها كان الالف جنيه تهز الالف جنيه تهز فريق مرتجي يعتبر ان هذا الرد بيقفل الموضوع وقال لنا يعني ده موضوع مستحيل وكده فهو في لما حاس ان امور مش ماشية راح الاول لبنان وبعد كده راح لبنان عشان يفتح بجامعة بيروت وبعدين ما المهم يعني مرتاح شي وراح رايح كندا كان أخويا عايش في كندا هو صاحبه وطلع قعد معاه واشتغل هناك في كندا وكان بيتواصل معايا لا كان بيلعب في شركة من شركات الهوا كان شركة صاحبه رجل تالياني وعمل فرقة للشركة للشركة عاملينه بتاعه وكان بيرسي اني بقعد لما تسبنيش انا دلوقتي موجود وكان مقيد على زمت الناس لامالي وهو живو ونشوف في نفس الوقت اذا كان نفتح الموضوع بقى الناس التشهر وطاهر مش موجود في مصر محاش مستفيد منه يعني قابلنا الكابتن الجويني ربنا هاديله الصحة وقلنا له يعني بعد ما عملنا زيارتنا قلنا له طب أخبار طاهر إيه دلوقتي وكده قال ما هو طاهر من تقول لكم عارفين أنه هو مش موجود قلت له طب يعني لا المنتخب استفاد بيه ولا الأولمبي استفاد بيه ولا الأهل استفاد بيه ما تيجي نخلص قال خلصه بس مش مسؤوليته أنه يرجع واتفقنا على خمس تلاب جنيه مقابل أن احنا تدفع إزاي بقى نعمل ماتش إذا جاب أكتر من خمس تلاب جنيه يبقى كل الإراض للنادي الأولمبي لو جاب أقل ندفع المتمم الحسابي نكمله يعني جاب تلاب جنيه ندي ألفين جنيه فرق وهو بقى الكابتن جويني ماتش بينه وبين نادي الأولمبي عندكم في الأهل لا في أي الحتة اللي اختارها فعلا نادي الأولمبي المهم لنادي الأولمبي عايز مينموم جرانتيه خمس تلاب جنيه ماتش وتكمل انت القصة بعد كده أنا مش متذكر ماتش يتعامل على فكرة يعني إلا أنا متذكره إن كمال بي رحمة الله عليه بقى وإحنا مراحين قال لي وهدي عدلي هو عبده على فلوس النادي الأهلي قلت له كمال بي يعني بإذن الله ما يحصلش حاجة بعتنا للطاهر وقلت له يعني طاهر عنده إحنا دلوقتي تقريبا وصلنا للاتفاق وحيتنفذ العقد بالكتب وكان عنده مشكلة بقى وقتها يعني كان متزوج ومش زوجته مش عايزة ترجع أجنبي مصري أجنبي المهم يعني فرحت له قلت له ما أنا مسافر له فقال فريق مرتاجي برضو بحرصه على النادي قال لي بقولك إيه مش حاجة في عمال ليه قلت له حاول لك سيادة فريق أنا حقطع تذكرة لما أرجع الدين التذكرة أنا حقيم لكأند آه كأند قلت له أنا حقطع التذكرة لما أرجع لو رجعت بطاهر ادفع علي ما رجعتش بطاهر خلاص وفي نفس الوقت أنا حقيم عند أخويا مش هكلفكو حاجة لا إقامة ولا حاجة زي كده وسفرت وأنا متذكرة التذكرة كانت حاجة اسمها youth fair لأنه لازم تقعد شهر عشان تخدها بـ 308 جنيه غير كده تبقى التذكرة يعني تعجل ما قدرش عليه بـ 308 جنيه فاكر ذهاب وعودة لكندا بس لازم تقعد شهر تقعد شهر على الأقل في الشهر ده أنا يعني طبعا اللي حصل تم الإقناع للناس كلها رحت له هناك رحت له واختناعت قلت له اسمها طاهر دلوقتي النادي الأهلي عمل فرقة زال حديد ما ينفعش إنك أنت ترجع الموسم ابتدى شوية المتشاط اللي بتلعبها مع الطلاينة هنا دي هتروح تلاقي فرقة زال حديد غير الأهلي اللي أنت سيبته من سنة مش هو ده دعم جامد جدا عشي تلاقي مكانك أنت حريص على الشغل قوي قال لي لا قلت له أنا قعد معك أربع أسابيع سيب شغلك وتعالى نتمرن الأربع سبيع دول كان المونتريال دي في حضن جبل وهو مسكنه كان في الشارع اللي بيؤدي إلى الجبل أوكي نطلع بقى كل يوم يجري ونتمرن وأنت تجري معاه أنا بجري لحد متعب هو الجبل زي القوقعة يعني ما تجري كده عشان تنزل من هنا لازم توصل للقمة فكنت لجري معاه المتعب وروح أقعدله بقى في الناحية التانية ما يقدرش ينزل إلا إذا وصل فوق وبالساعة وانشي وفوق وعملت له فترة إعداد هنا فترة إعداد وعملنا له ماتشاته وديها أخوي كان خريج تربية ردية كان بيحكم في الجامعة والمدارس عملنا له بقى شوات ماتشات هناك كده ورجعنا ورجعنا برضه كانت فكر كويس وقتها لأنه هو احنا رجعنا يوم الخميس قال لي أروح أزور أهلي قلت له أبدا الكرني حيطلع من السبت أنت فحوضني لحد ما الكرني يطلع أنا سفرت لك وطبتلك عايز أنا بقى ألاقي كم السبت في حتة تانية لا يمكن تغني الثمار فضيحك وقعدنا اليومين دول مع بعض هدوكوتي شافوا الجمعة مرنوا الجمعة كان هدوكوتي مدارس مرنوا الجمعة مرنوا السبت ولعبوا الحد كان عندنا ماتش كفر الشيخ حاجة كده سنة اللي طلعت فيها كفر الشيخ أعتقد يعني شرقية وكفر الشيخ أعتقد المهم طاهر الشيخ نزل الشوط الأولاني 2-0 جابهم طاهر الشيخ يعيني كرة فرستام حاجة جميلة جدا ورح سحبه وبدأ طاهر الشيخ مشوار التقلق واخدت فيروس التسكرة واخدت الـ 288 الـ 288 أمش 388 دي سكرات جميلة جدا جدا كابتن عدلي يعني سر نجاح عدل القيعي محافظته على السرية الشديدة أنا أشهد لك بهذا أنت بتبقى قاعد ودمغك كلها حاجات وما بتطلعش كلمة ولا علاقتك المتميزة جدا بمجلس إدارة النادي الأهلي وخصوصا الكابتن حسن حمدي وأنا شاهد عيان على هذا يعني والله هي الأسباب مع بعض ما هنت بالسرية والهدوء والبعد على أنك تسعى إلى الضوء علشان يعني الضوء جالي أنا يعني وبسبب لي أحيانا المشاكل لأن الناس كلها دلوقتي بتتكلم أنه لازم تعرف من عدل القيعي ساعاتها بيزعى الناس كتير جدا من الزملاء الإعلاميين يعني وساعات الأخبار تتصرب برضو أنا يعني يعني السرية مهمة جدا في العمل مش عشان حاجة لأنها أولا ما تتطوعش تدي المنافس أخبار عنك ما تبيعش أحلام للم تتحقق لجمهورك قد تحبطهم في نفس الوقت كده سعينوا بخداء حوائقكم بالكتمان يعني هو ده ده تديك صورة أنك مش رجل خفيف بتتكلم عشان طب أنا هعلن قبل ما أخلص ليه يعني عشان أكسب حاجة شخصية بعد ما تخلصي يبقى الشكل مش كويس فدي كسبتني الثقة يعني ده قدت إلى مزيد من الثقة الحمد لله كابتن صالح يعني يعني في حاجة أنت بمناسبة بتسألني أعرفش هنسرح شوية يعني سنة تلاتة وتمانين بعد عشر سنين من طهر الشيخ كابتن صالح ما كنتش في مجلس قدارة ولا يعني حاجة أنا كنت في ستة وسبعين تمانين مجلس قدارة الأهل تمانين لحد تمانية وتمانين كنت في تحد كرة اليد فما اترشحتش يعني ما كنتش في مجلس قدارة الأهل فالكابتن صالح هي التليفون كده تحديداً في تلاتة عشرين مارس تلاتة وتمانين لليل العنوان ده مهم ما حقول لك دلوقتي يعني تاريخ ده فقال لي عاد لي عايزك فيه مهمة تفوت عليها في مكتبي كان له مكتب في شارع ستة عشرين يوليو هكذا ده مكتب جميل عمرات السقف العالي دي لأنه رحت زورته هنا فروحت له كابتن تحت أمرك قال لي عايز منك مأمورية ما ينفعش أديها لحد غيرك عشان عارف ما حاش يدرى بيها غير لما الناس يلاقي كان فيه تلاتة لعيبة في كوتوكو كنا لعبنا مع كوتوكو وكسبنا الدوري وفيه تلاتة لعيبة في كوتوكو كوفي أدو وكان حارونا يوسف نسيت اسمه دلوقتي فكوتوكو هو كابتن اللي شافهم كابت صالح كان شافهم وكان هناك مع يعني 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 يعني